اشتركوا في القناة وخلال الاجتماع الذي عقد عن بعدنا اليوم تم مناقشة آخر تطورات وانعكاسات الجائحة وأهم الآثار المترتبة عليها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي كما تم التركيز على وضع الحلول الناجحة لتحقيق سرعة الاستجابة الطارئة وذلك بهدف تعافي جميع القطاعات وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة من شأنها أن تساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستدامة المالية حيث أكد المشاركون أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع في وطيرة نموه جراء انتشار الفيروس من المتوقع لها أن تترتب عليه تداعيات سلبية أكبر خلال المرحلة القادمة على أهم القطاعات الحيوية في العديد من الدول حول العالم وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة كافة الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها الدول المشاركة لمواجهة تحديات تسبب بها فيروس كورونا كما تم التطرق إلى همية تحفيز الاقتصاد العالمي بما يتلاؤم مع الظروف الحالية ويحقق التنمية المستدامة كما ركز الاجتماع على عدة محاور أساسية تم مناقشتها بالمجالات المالية والاقتصادية والتي منها السيولة العالمية بهدف تحقيق الاستقرار المالي للتخفيف من الآثار السلبية المتوقع استمرارها للجائحة على الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر